موسيقى فالأول هو الأستاذ محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد أعلن تأييده لترشيح الأستاذ حاملين صباحي لرئاسة الجمهورية والتاني الأستاذ طارق الخولي أحد رموز حركة 6 إبريل أجابها الديمقراطية سابقا واللي أعلن تأييده للمشير عبد الفتاح الرئيسيسي في منصب رئيس الجمهورية احنا النهاردة هنعمل مناظرة بين الطرفين وسوف نستمع إلى وجهتي النظر بشكل محترم ومتزن وفق القواعد والمعايير اللي حنعرضها على حضرتكم وأرجو من الطرفين الالتزام الكامل بهذه القواعد حتى نخرج من هذه المناظرة وقد عرضت كل من هما وجهة نظره دون تدخل من أحد وقبل ما نبدأ ونستقبل ديوفنا نؤكد احترمنا الكامل لكل من المشير عبد الفتاح الرئيسي والأستاذ حمدين صباحي اسمحوا لي في بداية أرحب بالأستاذ محمد عبد العزيز أهلا بك أهلا بك محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي لحركة تمرد التي تمكنت من جمع ملايين التوكلات لسحب ثقة من الرئيس السابق محمد مرسي وكان عبد العزيز أحد الشباب المؤثرين في هذه الحركة التي شاركت في سياغة خريطة المستقبل السياسي لنصر بالثالث من يوليو الماضي وسهمت في إقرار التسطور الجديد وأيدت كافة القرارات التي اتخذتها السلطة خلال المرحلة الاتقالية إلا أنه خالف قرار الحركة بتأييد المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة وغرد بعيدا عن سر بتمرد حيث أعلن دعمه للمرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي ورغم ما أثاره قراره من انقسام داخل الحركة إلا أنه تمسك بموقفه وكتب على صفحته بالفيسبوك أن أماله في تحقيق مبادئ ثورتين الخامس والعشرين من يناير والتراتين من يوليو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني تتعلق على مرشحه حمدين صباح اسمحولي أيضا أرحب بالطرف الثاني في المناظرة على الأستاذ طريق الخول أهلا ستصار طريق الخولي ناشط سياسي شاب برز اسمه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بتأسيس حركة شباب السادس من إبريل الجبهة الديمقراطية المنشقة عن الحركة الأساسية التي تأسست في 2008 وأصبح متحدثا رسميا للجبهة الديمقراطية قبل أن يتم فصله ثم سعى لتأسيس حزب يحمل اسم الحركة ولم يخرج للنور حتى الآن وشارك في أغلب الفعاليات التي شهدتها مصر على مضار عام من حكم الرئيس السابق محمد مرسي وكان ضم الداعين لثورة الثلاثين من يونيو وانضم لعضوية المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية وأيد قرارات النظام خلال المرحلة الانتقالية وشارك في الحجر الدستوري بنعم ثم أعلن تأييده لدرشيح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة خلافا لموقف الحركة التي انتمى لها فكريا لفترة طويلة ثم انشق عنها وأكد مرارا أن المشير لن يدير ظهره للشعب ووصفه بأنه ناصر جديد وصاحب اكتسامة محيرة واعتبر أن المشير عبدالفتاح السيسي هو الأقدر على تحقيق مطالب الثورة المصرية ترجمة نانسي قنقر هذا لكل طرف بيقول فيها كلمة أخيرة من حق كل طرف طلب نقطة نظام أثناء حديث الطرف الآخر إذا خرج عن الموضوع أو تناول أمور شخصية وذلك لمرتين فقط لكل طرف ونبدأ المنظرة واسمحوا لي توقع القواعد عشان نشوف مين يبدأ الأول تختار إيه ملك والكتابة كتابة كتابة ملك ملك نبدأ بطارق أستاذ طارق الخولي أنت كنت من شباب صورة 25 يناير وشاركت في مظاهرات ضد المجلس العسكري وهتفت يسقط يسقط حكم العسكر إزاي بتأيد الآن المشير عبد الفتاح السيسي زول خلبي العسكرية تفضل فيك بسم الله الرحمن الرحيم أنا هتفت ضد الحكم العسكري أثناء حكم المجلس العسكري السابق وده كان بسبب الأداء اللي كان كنت شايفه أنه أداء خاطئ وأدى إلى فتح الطريق أمام جماعات الإخوان المسلمين للوصول إلى سودة الحكم وفي نفس الوقت دخل في شد وجزب مع ميدان التحرير لكن في اعتقادي المشير عبد الفتاح السيسي رجل انتهج فكر مختلف تجاه القوى السورية لم نصيب القوى السورية أي ضرر تجاه الرجل أو لم يخرج من الرجل ما يدير القوى السورية المختلفة بالعكس في 30 من يونيو انحاز إلى القوى السورية وحمل روحه على كفيه وتحدى إرهاب جماعة الإخوان اللي هددوه هو شخصيا وهددوا الدولة المصرية كلها بالتحول إلى حرب أهلية في حالة ما إذا انحاز الجماهير في 30 من يونيو فمسألة أننا أشبه أو أتكلم عن سقوط المجلس العسكري أو أننا هتف ضده فيما قبل كان لأسباب واضحة أمام الجميع أما النهاردة لرجل لو كننا في ظلمة في الميدان التحرير وفي محيط قصر التحرير لعدة أيام وأسابيع طويلة ولم ينحز لنا لم نصنع أي شيء بل بالعكس كان ميليشيات محمد مرسي كانت ستتحرك للقضاء علينا ويعني تحولنا أمام المجتمع وأبقى أننا كفار ويمكن يحكموا علينا بأحكام فورية ويتم التخلص مننا جميعا لكن في اعتقادي أنه السبب وراء دعمي الآن للمشير على الفتاح السيسي هو ما قام به الرجل في 30 من يونيو وطريقة إدارته لهذه المرحلة الصعبة سواء كان داخليا وخارجيا وما قام به من مواجهات مع هذه الجماعة والقدرة على أن نخرج إلى بر الأمان في هذه المرحلة الصعبة شكرا السؤال الآن أستاذ محمد عبدالعزيز أستاذ محمود بدر قال أنك صخت بيان إعلان دعم تمرد للمشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة ورغم كده بتقول دلوقتي أنك تؤيد الأستاذ حمدين صباحي ليه غيرت موقفك؟ أولا أنا لم أغير موقفي رؤيتي وكانت داخل حركة تمرد هو أن لا تعلن حركة تمرد دعمها لمرشح حتى إعلان غلق باب الترشح وجهة نظري أنا الشخصية هي دعم السياد حمدين صباحي إذا ترشح في الانتخابات وأنا لا أريد على الإطلاق أني أفتح أي خلافات داخل حركة تمرد مرة أخرى ورفضت كل المناظرات اللي كانت معروضة علي في الفترة وجود وجهة النظر وأتعامل مع الموقف باعتبار أنه في وجهة النظر ومن حق الصديق العزيز محمود بدر هو صديق عزيز وانا أحترمه جدا أختلف معاه في وجهة نظر السياسية لكني أحترمه من حق أنه يتخذ وجهة نظر ومن حق أنه أتخذ وجهة نظر وحركة تمرد دي حركة فيها 22 مليون مواطن مضوا على السمارة تمرد لا يمكن الإطلاق لأحد أنه يقدر يقول أين ستذهب الـ 22 مليون صوت إلا سندوق الانتخابات مرة أخرى وبالتالي الموقف الصحيح الطبيعي لحركة تمرد في هذه اللحظة هو أن حركة تمرد تدعو مناصريها إلى أن يذهبوا والمشاركة في الانتخابات وأن الكل واحد حر في أنه يتخذ وجهة نظره التي يراها بناء على برامج المرشحين بناء على مناظرات شبه هذه المناظرة وأخرى بين حملات المرشحين أو بين المرشحين الاثنين أنفسهم وفي النهاية القرار النهائي للشعب لا يمكن لأحد أن يتكلم باسم الشعب سواء أنا أو محمود بدر أو غيرنا في النهاية قراري بدعم السيد حندين صباحي لأنه أرى الأقرب إلى خط ثورة 25 يناير وخط ثورة 30 يونيو وسنتحدث في هذا بالتفصيل داخل المناظرة إن شاء الله شكرا السؤال الثاني الأستاذ طارق الخولي ليه بتهاجم زميرك السابق أحمد ماهر منصف حركة 6 إبريل وبتتاهمه بالأعمالة وليه قلت أن 6 إبريل مخترقة من الإخوان يمكن أحمد ماهر ويمكن ده أنا قلته كتير ويعني لا أجد غضاة في تكراره أحمد ماهر كان له عدد من السفريات الغير واضحة من يعمل بالسياسة يجب أن تكون كل تصرفاته واضح وبالذات من يعمل مسؤولا في حركة ضغط السياسي يواجه فيها أنظمة قمعية لابد أنه ما يحطش نفسه محل الشبهات لكن أن تتم سفريات لا ندري أسبابها ومن يتولى تكلفتها وماذا يفعل بالخارج أعتقد دي أمور الجميع يتحفظ عليها وهي مدخل كانت المدخل لضرب سمعة حركة 6 إبريل وبالتالي أنا انتقضت في ده ويعني لم أدعي يوما أنه حصل على تمويل أجنبي لأنه ليس لدي دليل على ده وإن كان بعض التسريبات المؤخرا وأنا معترض على خروجها بهذا الشكل يعني بعضها بيتناول أمور تتعلق بأنه حصل على التمويل أعتقد أن ده كل قيد التحقيقات ويمكن القضاء هو اللي هيفصل في فحو هذه التسريبات بعد ما يفصل أيضا في كيفية خروجها إلى العلن بهذا الشكل الجزء الثاني من السؤال الجزء الثاني ليه قلت أن 6 إبريل مختارقة من الإخوان 6 إبريل مرت في مرحلة أو في عهد محمد مرسي بمخطط إخواني يتعلق بضرورة اختراق كافة الحركات السورية اختراقها عن طريق أمرين أولا عن طريق استقطاب قادتها بالرشوة السياسية أو الرشوة المالية وأيضا عن طريق اختراقها إذا لم يحدث ده المخطط الأول هو أن يتم اختراقها عن طريق استقطاب القيادات فإن صعب هذا الأمر بيتجه إلى فكرة إدخال أعضاء منتميين للجماعة بشكل غير معلن بحيث أن يخرجوا في لحظة معينة ويعلنوا عن مواقف معيدة للجماعة تبين فيما بعد أن كثير منهم بينتموا إلى جماعة الإخوان منهم عبد الرحمة سؤال سيد محمد عبد العزيز نشر لك تسريب تهاجم في بعض النشطاء مثل أحمد ماهر ومحمد عادل قلت فيه أن هما يستاهلوا أن يكونوا في السجن ليه أنت ضد ماهر وعادل؟ لا أولا يعني هذا نشر تسريب أنا مقولش الكلام ده لكن وجهة نظري أنا قلت بشكل واضح اللي أنا أعلن عنها أنني مع الإفراج عن الزميل أحمد دومة وأن هناك تعنت في التعامل معه داخل السجن ولم أعلق على أحمد ماهر أو محمد عادل ولا أحب أن أعلق عليه يعني ده أمر آخر في النهاية أنا أمام يعني متهمين أمام القضاء المصري وإن كان موقفي أثابت من فكرة قانون التظاهر أن قانون التظاهر يخالف نصوص واضحة في الدستور ويجب أن يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للبت في شأنه لكن هذا التسريب أنا لم أقول أنه صحيح هذا التسريب غير صحيح بالمرة وأنا لم أعلق على أحمد ماهر ولا محمد عادل من قبل ولا أحب أن أعلق عليه شكرا السؤال الثالث الأستاذ طرق الخلي أنت قلت لن يزيد منصب رئاسة الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي شرفا ولا مجدا فقد دخل التاريخ بالفعل والمناصب السياسية أصبحت بالا على أصحابها وبالا على أصحابها وإنما يستكمل واجبه تجاه الوطن في وقت أصبح دوره ضروري ومصيري في سلامة الوطن البعض شايف أن كلامك فيه مبالغة إيه ردك على ذلك وهل أنت شايف أن المشير السيسي هو الوحيد القادر على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة؟ تفضل يمكن في الفترة الأخيرة أصبح مناصب أن الواحد يتقلد منصب وزير أو رئيس وزراء أو حتى رئيس جمهورية ما بقاش شيء بيشكل وجهة اجتماعية بالقدر القديم أو بالمنظر أو بالمشهد القديم بل بالعكس أصبحت ضغط على هؤلاء الأشفاص في كيفية تقديم للمواطن المصري يعني أمور تحسن من وضعه اليومي والمعيشي فبالتالي المشير عمد فتح السيسي وهو على رأس الجيش يعني وزيرا وقائد للجيش في اعتقادي أنه ممكن يريحه بكتير من فكرة أنه يدخل أو أنه كان يدخل إلى الرئاس بل هو اتحرك ويعمل ده بناء على الجماهير اللي نزلت نادت بده بجانب شعوره بالمسئولية وبضرورة حتمية دوره في المرحلة دي ففي اعتقادي أنه لو كان المشير على الفتح السيسي استكمل وجوده كوزيرة للدفاع واكتفى بما فعله في 30 من يونيو وما بعدها واللي صمع له مجد حقيقي الناس كلها بتتكلم عنه وأدخلوا إلى التاريخ المصري بشكل واقعي وفعلي الرجل بالفعل دخل التاريخ فهو مش محتاج أن يدخل الرئاسة عشان يصنع له نفسه تاريخا أو مجد هو صنع بالفعل بما فعله في 30 يونيو وما بعدها وبالتالي دخوله إلى قصر الرئاسة أعتقد أنه يعني ممكن يكون بيشكل ضغط أكبر عليه كان هو ممكن يكون في غنى عنه تماما وكان يستمر الوزير للدفاع ويرايح نفسه من أمور تتعلق بالسياسة ومن ضغوط شديدة داخلية وخارجية هتعرض لها في الفترة الجاية عشان يقدر يواجه ما يحق لمصر من مؤامرات موجودة بالفعل وأنا ضد من يسخر من موجود مؤامرات احنا المؤامرات بتحيط بنا من كل جانب من ليبيا والسودان وسوريا وكل الدول العربية في محيط المصر يتم تقسيمها الآن بجانب الوضع الداخلي الصعب من حال المعيشة المصرية وعن طريق طرح برنامجنا وعن طريق ان احنا نقدم خطاب ونقدم حلول للمشاكل الحقيقية للمصرين بيمروا بيها تفسرنا الضقيق للمشكلة الرئيسية في مصر ان اكبر مشكلة بتواجه مصر هي مشكلة الفقر وان الفقر يؤدي الى الجهل والجهل يؤدي الارهاب وتطرف وبالتالي مكافحة الارهاب تبدأ اولا بمكافحة الفقر ولدينا رؤية كاملة في تحقيق العدالة الاجتماعية هذه الرؤية بتقول ان احنا بنقدم بديل مدني واضح لحكم هذا البلد كل الادعاءات اللي قالت ان ما فيش بديل الدعاءات غير صحيحة الكلام عن شعبية حمدين صباحي قبل الانتخابات اللي فاتت قبل فاتح باب الترشح مباشرة بحوالي شهر زي ما كنا من دلوقتي كده يعني او قبل يوم الاقتراع بحوالي شهر كان يبدو ان الاكثر شعبية هم عمر موسى وعبد المينة مبالفتوح مع الاحترام للجميع الا انهم جاءوا رابع وخامس وكان حمدين صباحي الحصان الاسود اللي كان قبق وصين او ادنى من الدخول الاعادة وبالتالي اذا حكمنا الان بمنطق ان باين الاكثر شعبية في ان اتجاه قد تتغير هذه الامور وصولا الى يوم الانتخابات فيكون حمدين صباحي رقم واحد في الشعبية وده يجي منين يجي بطرح وجهات نظرنا بشكل معقول بمناقشة ديمقراطية بيننا وبين المنافسين لنا في الانتخابات على قاعدة اننا نحترم جميع المنافسين ولكننا نرى ان برنامجنا هو الاكثر وقعية والاكثر للتطبيق والاكثر حلا لمشكلات مصر اللي تتعلق اساسها الاساسي العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيق فرص عمل وكيفية بناء اقتصاد قوي وكيفية بناء منظومة ابنية متطورة قادرة على مواجهة الارهاب دون ان تهدر الحقوق والحرية الاساسية شكرا السؤال الرابع السؤال الخلي في بعض الناس بتقول ان اعلان المشير ترشحه بالزير العسكري في التليفزيون المصري اعطى انطباعا سلبيا بانه مرشح المؤسسة العسكرية ايه تعليقك طيب اولا كان في ناس كتير بتعتقد ومعظم الناس كانت بتعتقد في فكرة انه المشير هيترح نفسه او هيتكلم عن ترشح الانتخابات الرئاسية وهو مرتدي زيا مدني لكن احنا كلنا طبعا اتفاجئنا بانه هو خارج على الشاشة مرتدي زيا عسكريا وتفسير ده عندي هو فكرة اعتزازه بالبدلة العسكرية وانه خارج يعني نستقضته وهو في اخر يوم بيرتدي فيه الزي العسكري وبتكلم فيه عن انه اخر يوم ستشهدوني بزيا العسكري لانه انا بقدم استقالتي وقال سبب ده بانه هيترشح للانتخابات الرئاسية فهو احب ان يقدم رسالة بانه انه بيعتز بخلفيته العسكرية انه بيعتز بزيا العسكري وعمر مكان الزي العسكري او الخلفية العسكرية عار على الشخص بل بالعكس هو ميزة في الدول المتقدمة وفي كل الدول العالمين تحترم جيوشها هي ميزة وطنية كبيرة بتدي يعني ميزة اكبر للاشخاص بانفسهم ويعني اعتزازهم بنفسه فاعتقد اني دي الرسالة الواضحة اللي هو كان يريد ان يقدمها من يهاجم فكرة انه خرج بالزي العسكري في محاولة منه لاستخدام الجيش في هذا الامر اعتقد ده ادعاء كاذب وغير حقيقي لانه الرجل اليوم يرتدي الزي المدني ونزل سينزل يخوض الانتخابات وفق الالية الدستورية والقانونية بجانب ان الرجل لم يكن لديه في ذلك مخالفة قانونية او دستورية لانه الدستور والقانون لا ينص على شكل معين بالنسبة لرجل بيعمل فيه يعني منصب عام ان يكون له اجراءات معينة خلال الترشح وبالتالي هو يعني تحرك في هذا الامر بما يرتقيه من ضمير وواعز في كيفية التحرك لاعلان نفسه كمرشح في الانتخابات القادمة شكرا السؤال الرابع سيد محمد عبد العزيز الناشط الحقوقي المحامي شيري فلالي استقال من الطيار الشعبي الذي اسسه الاستاذ حمدين صباحي وقال ان سبب استقالته غياب الادارة الديمقراطية للطيار على المستوى التنظيمي وغياب التواصل الدائم بين كوادره وقواعده في المحافظات وبين الهيئات التنفيذية التي تديره اضافة الى غياب دور مؤسسي في بناء قواعده الجماهيرية في المحافظات المختلفة والناس بتقول ازاي حمدين فشل في ادارة حركة سياسية ويبقى قادر على ادارة دولة زي مصر فضل نفان طيب يعني من حق اي واحد انه هو ينضم الى طيار سياسي او يستقل منه وحر في وجهة نظر لكن القفز على الحقائق واعتبر ان حمدين صباحي فشل في ادارة حركة سياسية دي اعتبر قفز على الحقائق وتزييف للحقيقة ان التنظيم السياسي الاول في مصر الان بعد انهيار شعبي جماعة الاخوان المسلمين هو الطيار الشعبي وده يمكن ان يلاحظ من ان لحينما قرر الطيار الشعبي انه يعمل وبالتعاون مع حمدين صباحي المرشح للرئاسة انه يعمل سلاسل بشرية في كل المحافظات مصر تقريبا كانت مبارح كان النجاح باهر للغاية في مختلف المحافظات شباب الطيار الشعبي وشباب حمدين صباحي استطاعوا انه يعملوا انجاز كبير لو نرجع بالتاريخ الوراء ان اول مواجهات بين الاخوان وبين تنظيمات مدنية كان الطيار الشعبي رقم واحد وكان الاخوان المسلمين قبل تلاتين ستة حينما يهاجموا المعارضة كانوا يهاجموا جبهة الانقاص كجبهة والطيار الشعبي لوحده لانه كان مؤثرا للغاية اول حركة تجاه محمد مرسي او ضده في جمعة كشف الحساب حينما كان جمهور جماعة الاخوان بتكسير منصف الطيار الشعبي داخل مدان التحرير وده كان اول نقطة انفصال تام بين الثورة كثورة وبين جماعة الاخوان ادت بعدها لتدفع الاحداث وصولا الى اول دعوة لمظاهرات مليونية امام الاتحادية يوم الثلاثاء العظيم دعا اليها شباب الطيار الشعبي بعد الاعلان الدستوري الدكتاتوري اللي اصدره محمد مرسي نحن لدينا تنظيم سياسي كبير اسمه الطيار الشعبي ولدينا حمدين صباحي رجل دولة استطاع على مدار عشر سنوات من وجوده في البرلمان انه يعرف ادق التفاصيل في الموازنة العامة المصرية ومعرفته بابق التفاصيل كرجل دولة داخل البرلمان المصري في تفاصيل الموازنة يستطيع انه هو حكومته تعمل موازنة تحل المشاكل الاقتصادية في مصر دون ما انه يحلق في افكار لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع ولكن بالستراتيجية كاملة في الاقتصاد تقدر تحقق العدلة الاجتماعية والان جاء دور تبادل الاسئلة استاذ طارق هتوجه سؤال للأستاذ محمد والأجابة بدقتين ثم يليك الأستاذ محمد يوجه لك سؤال اتفضل وجه سؤالك سؤالي هو انه السيد حمدين صباحي اعلن فيما قبل انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في حال يعني ان ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وهو لماذا تراجع عن هذا الموقف واعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة اتفضل لجابة ان حمدين صباحي لم يعلن على الاطلاق انه لن يترشح في حال ترشح عبد الفتاح السيسي هذا نقل عن حمدين صباحي وهذا امر غير صحيح ما حدث انه كان هناك سؤال من المحاور للسيد محمود سعد لحمدين صباحي انه لو لقيت مرشح يقدم برنامج اكثر ثورية مني واكثر اتفاقا من طوى شباب الثورة ويعبر عن اهدافهم فحمدين صباحي قال له خلاص هقول له تفضل يسيدي فقال له تفضل يا سيسي ولا سيسي فابتسموا لاثنين لكن ما جرى على الارض ان نحن نزعم اننا لدينا برنامج اكثر قربا من ثورة 25 يناير و30 يونيو ولذلك قدمنا السيد حمدين صباحي كمرشح للرئاسة ينافس السيد عبد الفتاح السيسي الذي هو الان مرشح مدني يعني بغض النظر عن خلفيته وليس مشكلتنا ان خلفيته عسكرية ولكن نحن نرى ان برنامجنا اكثر قربا على التحقيق على ارض الواقع واكثر تحقيقا لاهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو اتفضل سؤالك سؤال الاستاذ طارق ما هي البنود الاساسية الاقتصادية في برنامج السيد عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة كيف سيحل مشكلة مصر الاقتصادية طيب يمكن يمكن البرنامج لم يتم الانتهاء منه حتى هذه اللحظة وسيعلم في حينه هناك عدد من الخبراء الاقتصاديين ايضا سيعلن عن اسمائهم شغالين الان على البرنامج واعتقد ان ده هيعرض لان ليس منوط بي ان اعرض في الوقت الحالي اي حاجة تخص البرنامج فيعني اعتقد ان ده هنرجئه الى حين فقط فقط طيب اذا انتهت الجولة الاولى في هذه المناظرة فاصل قصير اعلاني ثم نعاود التواصل لنقل الجدء الثاني من هذه المناظرة بين الاستاذ محمد عبدالعزيز الذي يمثل طيار المؤيد بالاستاذ حمدين صباحي الاستاذ طارق الخولي الذي يمثل الطيار الذي يؤيد المشير عبدالفتاح السيطف اهلا بحضراتكم مرة تانية في الجدء الثاني من المناظرة بين كل من الاستاذ محمد عبدالعزيز المؤيد للاستاذ حمدين صباحي والاستاذ طارق الخولي المؤيد المشير عبدالفتاح السيسي السؤال الخامس الاستاذ طارق الخولي قلت لو نزل مؤيده السيسي والمحتفلون بالدستور والذكرى السالسة للثورة سيختفي من المشهد الطامعون والمستفيدون من الثورة ومن بينهم الاخوان لان السيسي هو الرجل الذي سيحقق اهداف الثورة بالدراع من هما الطامعون والمستفيدون من الثورة تفضل يمكن في ناس كتير بتحاول انها تستفيد او تاخد الثورة دايما سواء كان في 25 ناير او 30 يونيو لأمور تتعلق بمصالح خاصة سواء كانوا اشخاص او جماعات او غير في اعتقادي احنا محتاجين زي ما قال الاستاذ محمد حسنين هيكل ان يكون القوة والسلطة تجتمع في مكان واحد وفي اعتقادي ده بيتوفر في المشهد على الفتاح السيسي عشان كده بقول انه الوحيد اللي يقدر يحقق مطالب الثورة بالدراع ويمكن زي ما محمد كان بيكلمني حوالين اشكار تتعلق بالجزء الاقتصادي في البرنامج فيما يتعلق مثلا بكيفية انه الرجل يتحدث الى الناس بامور تحتاج الى اجراءات معينة من الجماهير تتعلق بالاقتصاد مثلا مصر يتواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بـ 200 مليار سنويا الى 300 مليار دعم طاقة دول احنا تقريبا سنويا بناخدهم من امريكا والغرب ودول الوقت بناخدهم من دول الخليج دي حاجة محتاجة الى حل مشكلة حقيقية محتاجة حد الناس تصدقوا وتصق فيه مش بس تصدقوا الناس محتاجة رجل تصق فيه بحيث انه لو قالوهم يصبروا معايا احنا محتاجين نعمل اجراءات او تصرفات شخصية من كل واحد فينا بشكل معين عشان نقدر نخرج من العصرات الابتصادية الناس تصدقوا وتصق فيه بجانب ده انه انه الرجل يعني يصق فيه كل مؤسسات الدولة ولديه ظهير شعبي كبير يقدر من خلاله انه يحقق مطالب الصورة اللي احنا طمحنا اليها لانه هو يملك الاحترام كبير لدى طبقات كثيرة من الشعب المصري ويملك قوة شديدة لانه رجل زو صفات شخصية يتمتع فيها بالقوة والقدرة على اقناع الاخرين شكرا الاستاذ محمد عبدالعزيز السؤال الخامس ازاي الاستاذ حمدين صباحي مؤسس التعاري الشعبي يؤمن بالفكر الناصري يقول انه يرفض تأييد ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لكونه شخصية عسكرية مش الرئيس جمال عبدالناصر كان عسكري برضو في الجيش اولا هو السيد حمدين صباحي لم يقول ذلك لكن وانا في رأيي مرشح مدني في مواجهة مرشح عسكري لان احنا عندنا مرشح عسكري يعني عندنا رئيس عسكري كان زعيم عظيم زي جمال عبدالناصر بس جمال عبدالناصر لما حب يحل مشكلة الاقتصاد جه على الطبقات الاكثر غنى وليس على الطبقات الاكثر فقرا طلب منه التقشف او طلب منه منهم يتخذوا اجراءات لصالحهم ولذلك على سبيل المثال احنا نقطتنا الرئيسية في دعم الطاقة واحنا عندنا حل في البرنامج وانا لما بقى اقيد مرشح بقى عارف برنامجه مش بقى اقيد المرشح بادي نستنى برنامجه في برنامجنا واضح ان احنا اقلين في دعم الطاقة المصانع كثيفة الطاقة اللي هي بتبيع المنتج بتاعها بالسعر العالمي بس اتاخد الطاقة مدعمة دي لازم الدعم الطاقة يتلغي من عليها لكن ما اقدرش ابدا اجي جنب دعم الطاقة للرجل الغلبان اللي بيجيب سولار ولا بيجيب بنزين لعربية والتعبانة المشكلة ما هيش مرشح مدني ومرشح عسكري المشكلة في الاساس ان كان عندنا مدني وفاش زي محمد مرسي وعندنا عسكري ود البلد في داهي زي حسي مبارك لكن المشكلة في الاساس ان من يستطيع انه يعمل اجراءات تنحازد الفقراء مش تيجي على الفقراء تنحازد ضد اللي سرقوا البلد مش تيجي لصالح اللي سرقوا البلد تنحاز لصالح الغالبية الصحقة من المصريين مش لطبقة احتكرت اغلب الصروة والسلطة على مدارة 30 سنة اللي فاتت نرى ان حمدين صباحي اكثر انحيازا لهؤلاء الفقراء اكثر انحيازا للاكثر فقرا في مصر والاكثر احتياجا للعدالة الاجتماعية ونجد ان اغلب من افسدوا او اكثرهم في عصر مبارك يرفض حمدين صباحي رجدا بينا وبالنسبة لهم هو العدو الاول اكتر واحد يستطيع مكافحة الفساد في هذا البلد هو حمدين صباحي اكتر حد يقدر بالمناسبة يواجه الارهاب باستراتيجية كاملة مش بس بالمواجهة الامنية لان مواجهة الارهاب تحتاج عدالة اجتماعية علشان ما يستخدمش الفلوس وتحتاج مواجهة فكرية ايضا سؤال السادس الاستاذ طرق الخولي قلت لا يوجد توافق على شخص حمدين صباحي كمرشح رئاسي والترمومتر الخاص لشعبيته في النازل انت عرفت منين ان شعبيت حمدين في النازل طيب يمكن في استطلاع رأيي لبصيرة هذا الاستطلاع قال ان 39% اعربوا عن رغبتهم في انتخاب المشير على الفتاح السيسي مقابل 1% اعلنوا عن انتخاب السيد حمدين صباحي انا يعني محتاج افصل بين امرين افصل ما بين تاريخ السيد حمدين صباحي وهو تاريخ نضالي عظيم لا يمكن ان ينكره احد والرجل ناضل في عهد مبارك وناضل في عهد محمد مرسي وكان له دور يعني كلنا نعلمه في ثورة نار وفي 30 يونيو لكن انا افصل ما بين تاريخ الرجل وما بين امكانياته ومن وجهة نظري ان السيد حمدين صباحي يستطيع ان يأتي في مرحلة اخرى تكون مصر فيها في وضع مختلف ومستقر ديمقراطية مستقر في بناء مؤسسات الدولة مستقر في حالة هدوء في عملية الاستقطاب الشديدة اللي بتحدث وحالة التقطيع الشديد اللي شايفينه في المجتمع من محاولة اثبات وجهات نظر متعددة من اطراف كثيرة وانه السيد حمدين صباحي يستطيع ان يأتي في مرحلة اخرى تكون الامور مستقرة لانه من وجهة نظري انه الرجل ليس عليه اجماع ثوري حتى يعني وبعض حلفاء المقربين مثل استاذ خالد يوسف وغيرهم يعني تنازلوا وتركوا عملية دعمه لانهم شايفين ان الاتجاه الان متجه الى رجل نحتاج الى رجل زول وانصفات خاصة نصق في امكانياته وقدراته انه يستطيع ان يلمل نشتات الوطن وانه يجمع اكبر عدد من الناس يلتفوا حواليه ويعني ان اساسات الدولة تستطيع ان تصق فيه عشان يقدر انه ينهض بالبلاد الى الامان بجانب ده انه مسائل تتعلق به يعني ما يتردد ادعاعا وكذبا على الرجل بانه لا ينحيز للفقراء وحديثا حوالين امور تتعلق به تقشف الفقراء هذا الكلام يعني اسيء فهمه والرجل يتحدث عن عفوا الوقت انتهى السؤال السادس سيد محمد عبد العزيز حمدين صباحي قال اذا ترشح السيسي فأعتبر ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري لان هذا المصار ليس متوقع منذ البداية السؤال هل حمدين يعتبر الان بعد ترشح السيسي ان ما حدث في 3 يوليو انقلاب تجيب كلام ده منين بس هو اولا حمدين ما قالش كده خالص وانا واضح ان هذه الجملة الرئيسية اللي هفضل اقولها ان حمدين ما قالش كده ده غير صحيح بالمرة صورة 30 يونيو هي صور والسيد عبد الفتاح السيسي حينما يترشح هو يترشح كمدني لدينا ملاحظة على ترشحه بالزي العسكري طبعا لدينا ملاحظة على ترشحه بالزي العسكري ومش عيب ان احنا نقول انه غلط ان هذا خطأ وانه من حقه طبعا من انه هو يستقيل بالزي العسكري من حقه يستقيل بالزي العسكري وكلنا نعتز بالزي العسكري ولكن مش معقول انه يتكلم عن ملامح برنامجه او عزم نيته على الترشح هو يرتدي الزي العسكري ومشكلة دخول الجيش في العملية السياسية زي دخول الدين في العملية السياسية بالضبط لان حينما كنا نختلف مع محمد مرسي سياسيا كان أنصار محمد مرسي قلولنا أنت ضد الإسلام فحينما نختلف مع السيد عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة لو بيشتغل سياسة دلوقتي فيتقلنا هل مثلا ممكن يتقلنا أنت ضد الجيش على الإطلاق أنا ما قدرش أتكلم كلمة واحد على الفريق أول صدق صبح رجل وطني بامتياز بيحميني وبيحميك وبيحمي الناس لأنه وزير الدفاع وحينما كان المشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع كان رأيي فيه أنه رجل وطني وما زلت أرى أنه رجل وطني بامتياز بيحميني وبيحمي الشعب المصري عن طريق الجيش الوطني اللي هو بيت الوطني المصري ما وأن أصبح السيد عبد الفتاح السيسي الآن مرشح للرئاسة فهو سياسي وحينما يكون سياسي من حق أنأشه في برنامجه السياسي برنامجه الاقتصادي برنامجه في التعليم والصحة والسراتيجيات والإدارة البلد ومن حق أن أنتقده وأختلف معاه دون أن يعتبر ذلك سواء كان انقلاب أو صورة 30 يونيو صورة شعبية عظيمة 25 يناير صورة شعبية عظيمة واللي ضد أي واحدة منهم لا يمكن أبدا يكون بيعبر عن إرادة الشعب المصري شكرا السؤال السابع الأستاذ طريق الخولي أنت أعلنت تأييدك لمشير السيسي من غير ما يعلم برنامجه فهو مش المفروض يبقى اختيار المرشحين برضو على أساس برامجهم ولا أنت طلعت على البرنامج طيب يمكن أنا شفت أداء الرجل خلال كل الفترة الماضية أنا أعجبت بشكل كبير بكيفية إدارته للجيش في الفترة فترة حكم محمد مرسي وأيضا في كيفية مواجهته لما حدث من بعد 30 يونيو وهم 37 وغيره وكيفية إدارة هذه الأزمة بالنسبة لمصر داخليين وخارجين فأنا شفت أداءه فأداءه كان بيانوم عن شخص سطيع أن يقدم الكثير الرجل أنا استمعت إليه أيضا في أكتر من حديث واستطعت أن ألملم كثير من الأفكار المتعلقة به ممكن يعني محمد أيضا دعم السيد حمدين صباحي قبل ما يكون عنده برنامج وإن كان عنده برنامج من السنة اللي فاتت فإذا كان بيدعمه على أساس برنامج السنة اللي فاتت أعتقد مصر دلوقتي بعد سنة لها وضع مختلف تحتاج إلى أعادة هذا البرنامج وبالتالي فيه قناعات بتكون من الشخص تجاه من الواحد تجاه بعض الأشخاص بيسق فيهم ويسق إنه البرنامج بتاعهم هيخرج بشكل جيد لكن أيضا فيه فرق بين الاطلاع على البرنامج وعدم الخوض فيه بشكل كبير حتى الانتهاء منه وإعلانه بشكل يعني منضبط مكتمل بحيث أن يصل بشكل مظبوط ما بين اختيار التوقيت أو عدم الاطلاع وإعلان ده فإعلان ده مطروك لوقت معين بحيث أن يتم الانتهاء من البرنامج بشكل كامل وإحنا لسه بنقولي هادي يعني الأمور لسه في بدايتها ويعني أنا طلعت على بعض ما هو موجود في البرنامج لكن كما قلت لك أنا يعني ثقتي أتت في الرجل بأنه بالتأكيد سيضع برنامج جيد بما أنه تصرفاته في كل الفترة الماضية كانت يعني على قدر كبير من المسئولية وعفوا السؤال السابع أستاذ محمد عبد العزيز هذه الناس بتقول أن البرنامج الانتخابي للأستاذ حمدين صباحي بيعتمد على الشعارات حرية يصنها النزام الديمقراطي وعدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة وكرامة يحميها الاستقلال الوطني ولا يتضمن حلول حقيقية لمشاكل مصر ولا يتضمن مصادر تمويل للمشروعات المستهدفة فضل إفادة لا هذا كلام غير صحيح دي الخطوط العامة للبرنامج البرنامج بتاع حمدين برنامج كبير يقوم على إعداده أساذة ودكاترة متخصصين في كل المجالات وإحنا مقدمين حلول في كل تفصيلة ومن أبرز الحاجات لو هنتكلم على الجانب الاقتصادي إحنا عندنا تصور واضح لكيفية نقل مصر لمعدلات تنمية عليها عن طريق مشروعات تمويل مشروعات صغيرة ومتنهيات الصغر من قبل الدولة فنخلق فرص عمل للشباب فده يؤدي إلى أن العجلة الاقتصاد يحدث فيها زيادة فرص العمل ويحدث فيها دوران اتنين اتكلمت عن دعم الطاقة وقلت أن رؤيتنا الأساسية أنه لا يمكن أبدا أن ندعم الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة ولكن إحنا هنزود كل الدعم الموجه إلى الفقراء ولكن ما نقدرش أبدا ندعم المصانع اللي بتحقق أرباح فوق المعدل العالمي لأنها بتاخد الطاقة بسعر مدعوم كمان إحنا عندنا تصورات حوالين مشروعات كبرى منها مثلا تصنيع الطاقة الكهربائية عن طريق الشمس وده موجود الساحل البحر الأحمر هو الأكثر سطوعا شمسا في العالم ونقدر عن طريق شراكة مع دول أوروبية هي عايزة طاقة وعايزة تمول هذه المشروعات تقدر أن إحنا نصدر هذه الطاقة الشمسية اللي تقدر أنها تعمل لمصر زي اللي البترول عملوا لدول الخليج احنا بنقدم حلول وقعية عملية لمشكلات مصر الرئاسية وعنا على المشكلة الحقيقية في مصر أنه على أرض البلد دي بيعيش أفقر ناس في المنطقة وأغنى طبقة في المنطقة حوالي 20% يحتكروا أغلب الثروة القومية و80% لا يجدون شيء أو أكتر من 50% من المصريين تحت خط الفقر وبالتالي حل هذه المشكلات لابد أن تكون العدلة الاجتماعية في القلب الرئيسي للبرنامج بإجراءات عملية يمكن تطبقها أنا لما قايت حد عارف برنامجه شايف برنامجه بتاع السنة اللي فاتت وبنطور عليه لكن ما قدرش أقايد أي حد عمياني بناء على الثقة فقط شكرا السؤال التامن ستسترق الخولي ناس كتير من مؤيدي المشير السيسي من فلول الحزب الوطني المنحل على طرق أن وجود رموز من صورة 25 يناير ورموز من الحزب الوطني في خندق واحد أمر مثير لاستغراب طيب إذا كان في ناس بتحاول أنها تركب الموجة أو تتمسح في أشخاص معينة لأطماع أو تطلعات معينة فده مزن بالرجل الرجل ليس يعني يمكن حسابه عندما يعني يدخل في وقام مع هؤلاء الأشخاص وبالتالي هذا لم يحدث وإذا كان في بعض الأشخاص طول الوقت بيحاولوا أنهم يعملوا مجاملات يظهروا بشكل معين أنا أعتقد ده بيدر الرجل أكتر ما بينفعوا لكن التعويل عليه أو يمكن وقتها سؤاله عندما يعني يكون في حالة وقام مع رموز النظام السابق أو يكون في حالة استجابة لكن طالما أن هؤلاء الأشخاص بيحاولوا أنهم طول الوقت يتمسحوا ويقتربوا من الرجل من أجل أنهم يحصلوا على منافع خاصة أو يستعيدوا ما حدث من قبل هو أعلن أكتر من مرة أنه النظام القديم لن يعود من جديد وأن الوجوه القديمة لن تظهر في المشهد من جديد وهو يعني أعلن ده أكتر من مرة عشان يدي حالة من الطمأنة من بعض الأشخاص اللي بيحاولوا زيان بيقولوا يصطاد في الماء العكرة أو يجني لنفسه بعض الأمور على حساب المشهد كله وفي اعتقادي أن دول بيضروا كل المشهد أكتر ما بينفع شكراً الأستاذ محمد عبد العزيز البعض بيقول أن طلاب الإخوان وزعوا منشورات دعاية لحمدين صباحي في الجامعات هل الجامعة تؤيد حمدين صباحي في الانتخابات القادمة؟ أنا بتهيالي أنه الأكثر فزعاً لجماعة الإخوان أنه يكون حمدين صباحي رئيساً للجمهورية أولاً أن حمدين صباحي وجه مدني وبالتالي هتضحط كل الأكاذيب اللي هم بيرضدوه عن أن ما جرى هو انقلاب عسكري بالعكس ممكن يبقى يعني يقدروا يستغلوا إذا ما فاز السيد عبد الفتاح السيسي هذا الأمر للترويج لأكاذبهم أن ما جرى انقلاب عسكري فأحسن للإخوان أن حمدين صباحي ما يبقاش رئيس الجمهورية اتنين جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على مشكلتين رئيسيتين المشكلة الأولانية غياب العدلة الاجتماعية فبيستخدموا الزيت والسكر في أنهم يعني يخدعوا البسطاء من الناس وحمدين صباحي لديه مفروع واضح جداً للقضاء على أزمة الفقر في مصر وتحقيق العدلة الاجتماعية اتنين حمدين صباحي رؤيته لمواجهة الإرهاب رؤية متكملة وبالتالي أنت بتتكلم عن تطوير المنظومة الأمنية لأن أفراد وزارة الداخلية وأمناء الشرطة بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى حل المشاكلهم اللي هم بيعانوا منها لغاية دلوقتي اتنين أنت محتاجت حق عدلة الاجتماعية حقيقية علشان تقدر تقضي على الفقر وتقضي على الجهل فده يؤدي إلى أن يبقى فيه تطوير في المنظومة الثقافية فالأفكار المتطرفة تبتعد تلاتة تستخدم المواجهة الفكرية عن طريق الطيار الأزهري الوسطي والرؤية دي متكملة في دماغ حمدين صباحي وبالتالي ده أكبر ضرر لجماعة الإخوان في خطاب طرشيح حمدين صباحي في مركز أداد القادة قال نصاً ده نص كلام حمدين صباحي اللي بيقول على 25 يناير مؤمرة واللي بيقول على 30 يونيو امتلاب لهو منا ولا احنا منه ولا عايزنا ولا احنا عايزينه وبالتالي أي حد ضد صورة 25 يناير العظيمة وضد صورة 30 يونيو العظيمة بالتأكيد هيكون ضد حمدين صباحي نطلع فاصل إعلاني أخير استراحة لالتقاط الأنفاس بعدها نعاود التواصل كل من طرف سوف يسأل الطرف الآخر سؤال ثم تعقيب نهائي فاصل ونعاود أهلا بحضراتكم من جديد في عادية المناظرة بين كل من الأستاذ محمد عبد العزيز موسراً للكامبين أو الفريق المؤيد للأستاذ حمدين صباحي سستر الخولي الفريق المؤيد للمشهير عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئيسة الجمهورية والآن أنا أوان تبادل الأسئلة حضرك هتسأل أستاذ محمد والإجابة بعد إذنكم في دقيقة واحدة بالتأكيد بجانب البرامج بجانب برنامج كل مرشح الناس بتختار المرشح على أساس تاريخه العملي على أساس أداءه المشهير السيسي على مدار السنة الماضية عاد بناء الجيش المصري استطاع أنه الجيش المصري ترفع تصنيفه إلى العاشر قوة على العالم إحنا كلنا لمسنا تطور كبير في القدرة القتالية وشوفنا سؤال فالسؤال حوالين ماذا صنع السيد حمدين صباحي من اللحية العملية على مدار السنة الماضية بيها يا فتر حمدين صباحي على مدار أربعين سنة وليس السنة الماضية هو سياسي يعمل بالعمل العام استطاع مواجهة كل النظم التي استبدت من أول نظام السادات من هو طالف الجامعة للنظام مبارك قعد في البرلمان المصري عشر سنين لمس تفاصيل الحياة المصرية وتفاصيل الموازنة العامة وتفاصيل خطط الحكومات المختلفة التي مرت عليه وهو في البرلمان على مدار العشر سنين كان من أكثر المعارضين شراسة لفساد نظام مبارك والاستبداد نظام محمد مرسي وبالتالي هو يمتلك رؤية جاية من تحت جاية من قلب المصريين جاية من حلم المصريين بتحقيق ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية حقيقية واستقلال وطني حقيقي حمدين صباحي نموذج للتعبير اللي احنا بنستعمله في حاملة حمدين صباحي كلمة واحد مننا واحد من الشعب المصري مرشح إلى الشعب المصري سؤالك ليه صديقك طريق الخولي ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن يتبع السيد عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب طيب يمكن مسألة مواجهة الإرهاب مسألة في غاية الصعوبة انت النهاردة عندك يعني إرهاب توجه بشكل مختلف احنا لم نعتاد يمكن في التسانيات كان فيه مواجهة مسلحة مع بعض الناس يعني بنسميهم إرهابيين لأنهم بيجنحوا إلى التعبير على أيام أو محاولة التغيير العنيف ويمكن كان فيه مواجهة مسلحة كتأسهل بكتير النهاردة انت بتواجه إرهاب في منتهى الخطورة بعربيات مفخخة باسلوب جديد يعني أتى إلى مصر عن طريق سوريا وعن طريق العراق وعن طريق أكتر فالمواجهة بالتأكيد اللي بتحدث عن مواجهة سياسية انت هتواجه سياسيا مع مين؟ مع شخص بيرتدي حزام ناسف وداخل يقتلك بالتأكيد لا إذا كنت بتتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين بتحاول بكل قوة تجد لنفسها مخرج لأنها علمت أن رصيدها انتهى في الشارع والحديث عن المصالحة أو حديث كاذب لمحاولة التلتقات الأنفسية عفوا أن وقت انتهى لديك دقيقة تعقيب ودقيقة أخرى تعقيب تفضل فان يمكن أنا بأكد على أنه أنا في غاية السعادة والأريحية بنزول السيد حمدين صباحي إلى هذه الانتخابات أنا ضد أي أحد يحاول أن يجرح في السيد حمدين صباحي أو يعني يعترض على نزوله أو ينتقد هذا الأمر في اعتقادي نزول السيد حمدين صباحي أمر مهم ومفيد إلى وجود انتخابات رئاسية قوية يستفيد في النهاية منها المواطن ونستفيد جميعا من مشهد انتخابي رائع أنا واحد من الذين يرى في السيد حمدين صباحي أنه كان لديه تاريخ نضالي ضد نظام مبارك وضد جماعة الإخوان لكن ما زلت عند رأيي أنه ليس بالإمكانيات الشخصية القادرة على أن تقود البلاد في مثل هذا الوقت الصعب يفضل ترقيب أخير ترقيب أخير أنا أولا سعيد بهذه المناظرة وسعيد بهذا الجو الديمقراطي اللي مصر بتعيشه ترشيح السيد عبد الفتاح السيسي وترشيح السيد حمدين صباحي المستفيد منه الشعب المصري نحن الآن لدينا مرشحين مرشح يعبر عن قوى 25 يناير و30 يونيو والسيد حمدين صباحي بشكل أكثر قوة لدينا مرشح أخر يعبر عن 30 يونيو ربما أكثر من تعبيره عن 25 يناير لكننا نحترم جميع المرشحين ونرفض التجريح فيهم لكن نقدر نقول أنك لما ينجح رئيس الجمهورية اسمه حمدين صباحي تستطيع أن تعارضه بديمقراطية تامة تستطيع أن تختلف معاك كيف تريد من غير ما حد يقولك أنت بتهاجم الجيش أو بتهاجم الدين زي ما كان بيحصل مع محمد مرشو زي ما هيحصل مع المرشح المنافس نقدر نقول أن حمدين صباحي هو الأكثر قربا من الفئات الأكثر فقرا في مصر ويقدر يحقق العدلة الاجتماعية هو الأكثر قدرة على تحقيق الاستقلال الوطني هو رجل دولة بامتياز إلى الشعب المصري وانتهت إذن المناظرة من قواعد المناظرات أنا تم يتصافح المتناظرين فضلوا توفيق أنا بشكركم جدا دي حلقاتنا النهاردة ومناظرتنا النهاردة لي كلمة ولي تعقيب خارج إطار المناظرة بعد ما بشكر طواهن أستاذ محمد عبد العزيز أستاذ طريق الخولي الكلمة عايزة أقول لكم عندنا إيه بكرة وبعد بكرة غدا عندنا في حلقة غدا بوضوح الدكتور عبد المنعين أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في حلقة غدا إن شاء الله بإذن الله حلقة بعد غد قال ثلاثاء الأديب الكبير الدكتور يوسف زيدان سيكون ضيفنا أيضا بوضوح هذه الكلمة أما التعقيف هو سؤال أوجهه إلى اللجنة العلية للانتخابات ما لقتوش غريوم خمسة يونيا عشان تعالينوا فيه عن اسم الفائز برئاسة الجمهورية مجرد سؤال يحمد بالتأكيد رسال شكرا سبع الخير شكرا شكرا